السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة التربية وتسمين الأغنام من الألف إلى اليوم سنبدأ السؤال الأول النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل وضع التوم في الماء فوائد للغنم التوم يعتبر مضاد حيوي طبيعي مضاد حيوي طبيعي التوم والبصر ممكن تضعه في الماء مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع وممكن تستخدمه بودرة في توم بودرة من عند الأطار بتحط على العلف ممكن تتحط بمعدل كيلو على طين بس أنا عناسي ما بستخدمهش بالنسبة لي بس ولو أحب تستخدمه لو في رشحة عندك في البرد يعني في ساعة فهو كويس إن شاء الله فعلا الناطح حماش الحمده ده كده بيأكد الإجابة أغنام عشار أو ثلاث أغنام عشار أو والدة ومعها مولودها كم سعرها عندكم للأسف السؤال يعني مطاطي لأن في أغنام في نعجة والدة ممكن تجيبها بالسوق بألفين جنيه وفي نعجة والدة متعرفش تجيبها بثلاث تلاف جنيه فيعني مش كله فلازم السؤال بيختلف على حسب عمر الأم وعلى حسب حجم الأم وعلى حسب الابن الوراها ذكر أو انتهاء كبير أو صغير في عوامل كتير لكن سؤالك كده سؤال عام إجابة عليه صعبة معاك من ألفين لحد ثلاث تلاف بالنسبة لأنه عجل بري اللي هي وراها واحد هل صغير الأغنام تحتاج بروتين عالي أكتر من الأغنام الكبيرة؟ طبعا المولود الصغيرة كلمة عنا كتير المولود الصغيرة الأعمار الصغيرة بيكون أعلى معدل تحويل وعشان تستفيد أكبر استفادة من معدل تحويل عالي اي شربيه المفعول اي شربيه المفعول الهي امو صبر اللي بفلك بس عبارة عن شرب عندي خروف عمر ست شهور يا كل فر وخروف تاني ده بتبقى عموما نقص املاح حصل عندك سوق تغذية نقص املاح في العلفة او نقص الياف نقص املاح او نقص الياف بس عموما نقص الالياف دي بتبقى بنسبة ليلة بنسبة وليلة بس هي النسبة الاكبر طبعا نقص املاح وللأسف لو طولت عندك الفترة نقص الاملاح ممكن تتحول اكل الصوف يتحول من سوق تغذية الى عادة يعني حتى بعد ما تصبط الاملاح في العلفة تلاقي الخروف برضاك بيكل في الصوف اتعود على كده اصبحت عادة فلابود تهتم بالاملاح في العلفة بتاعتك الخروف عشان يرجع ما بيرجعش من يوم وليلة انا ممكن اخد له اسبوعين تلاتة على ما يكتفي جسمه من الاملاح اللي في العلفة اللي انت هتخطها فعموما اكل الصوف عبارة نقص املاح عندي خروف فلاحة 55 كيلو بحط مرتين اكل في اليوم يأكل مرة والمرة التانية اوموا بالعافية ما فيوش اعصاب كده واعف مش بيتحرك عطتهم ضد ضحايا ومبارح والنهاردة برضو نفس الحكاية الخروف لو وهو قاعد بيأكل تحط له اكل يأكل كويس ويشرب كويس بس الوقوف مش عارف يوقف كويس مش عارف يمشي كويس ده بيكون نقص كالسيوم نقص كالسيوم فيه كالسيوم كتير فيه ديكال 12 ده هو بشري شرب ديكال 12 عبارة كالسيوم وفيتامين به ممتاز اقهات له علبة مش عارف علبة ب6 جنيه ولا ب10 جنيه بشري خلصها عليه على 5 تيات يعني كل يوم الخرف توطيلي 55 كيلو ده 55 كيلو هيخد له حوالي 20 سنطي كل يوم 20 سنطي 25 سنطي كل يوم في البق في الفم شرب هتخلص العلبة عليه في خلال 4-5 تيات ده لو نقص كالسيوم لو نقص كالسيوم مجرد ما يخلص العلبة هيمشي كويس ويزبط معك تمام لا والله لسه مش متزبط يبقى الافضل انك انت تدي مع الكالسيوم يعني مع الديكال تدي ألترابي في حؤن بشري اسمها ألترابي الأنبول تدي له كل يوم أنبول عضل تلاتياء مع الديكالشور يبقى ده كالسيوم وده فيتامين به مخصوص ألترابي مقوّل الأعصاب عشان لو كانت أعصابه فيها مشكلة غير كده ما جابش نتيجة ممكن الخروف عنده لو ما فيهش سخنية طبعا ممكن الخروف يكون عنده يعني حالة بتسمى في العمية كده حلل بتبقى أعصابه كده مش موزون وبيفضل فيه على كده على طول طبعا لو هو صغير قد تقولك بتحصل من نقص النحاس الترنح لو يعني يترقص كده هو ماشي بيبقى عنده نقص في النحاس بس إحنا ده خروف كبير المفروض يعني ما يكونش عنده الكلام ده بتيجي في الموردز الصغيرة في التجرب الديكال والألترابي 3-4 تيام وإن شاء الله بإذن الله يمشي كويس هل السنبات الشعير يفيد الغنب من البروتين واليها؟ في السنبات الشعير يعتبر ما هو إلا مادة خضرة علف أخضر لا يحل محل الأعلاف المركزة الشعير المستنبت لا يحل محل الأعلاف المركزة يعتبر أعلاف خضرة السلام عليكم وعليكم السلام وكراكم حضرتك والله يا حاضر إن شاء الله نكتبه لك آه زير لا نرفعه دي شوية بس كده زيرو اتناشر سبعة ثلاثة تمانية ثلاثة تسعة تمانية تمانية تسعة وتسعين في المية السبب تدخلك أنا بقول وبعيد كلامي مليون مرة التدخل في الولادة ما يكون شعير الواحد عنده خبرة عندي واحد جاري هنا نفس النظام حصل تعصر في الولادة تدخل عمل لها نزيف داخلي في الرحم شد جامد ولا إيه اللي عمره أنا مش عارف المهم حصل نزيف داخلي المعزة المعزة ماتت ماتت بسبب النزيف الداخلي في الرحم حصل تمزق في الرحم جوه هو شد حاجة بقوة زيادة عن اللزوم أو عمل حاجة المهم سبب يتنزيف داخلي في الرحم أنا مش عارف هو عمل إيه بس هو قال إن دخلت في الولادة ساعتها المعزة ما عديتش ترات ربعة تيام وماتت دي نفس الحالة اللي عندك فأنا بقول تسعين في المية السبب هو التدخل بتاعك كانت تدخل بنور خبرة التدخل والله لو حصل نصيب بيه ونصيبها إن شاء الله يعني كان فيه نعجة كانت فيها تعصر في الولادة اتدخلت معاها والحمد للولد الطبيع مية مية فيش فيها أي مشكلة وولدتها الحمد تمام بس مكنتش بسجل لسه فيديوهات فلو حصل وجدت حاجة قدامي كده إن شاء الله هنعمل فيديو نوريك إزاي تدخل أنا صورت معزة في فيديوه على القناة الولادة في الماعز الماعزة صورتها وهي بتولد بس الحمد لله ولد الطبيع بدون أي تدخل ولدت اتنين الفيديو على القناة فأنا كنت مصور الفيديو صورت على سيسل لو حصل التعصر في الولادة هوريك إزاي تتعامل بس الحمد لله ولد الطبيع فالتدخل يعني بيكون بالراحة خالص خالص يعني بتشد بالرجل الاثنين وهو بيطلع بالرجل الاثنين وراسه وساعات بيطلع الرجل الاثنين وراسه هي اللي بتبقى صعبة بيتم توسعة الفتحة بالراحة بتدليق لو في جل تساعد واحدة واحدة رغم أنها بتكون منزلة السواء اللازجة أصلا يعني بتساعد في الانزلاق بس برضك لو كانت تعصرت ونشفت من ورا طر الفتحة وتشد بالراحة وهي بتحزق وهي بتدفع تشد معاها واحدة واحدة مجرد مطلع اعتراصه ورجله خلاص وكده الباية كله بينزل بسهولة عندي خروف عنده ورم تحت الفك السفلي وعنده جرب عندي عينه وعلى مناخيره بالنسبة للورم اللي تحت الفك لو الورم أسفل الفك بالكامل من أول سنانه من أول قدام من أول الداء لحد البلعوم بالكامل كده نشفة دي علامة على وجود دان رقوية وهو عنده جرب يبقى الحل بتاعه الايفوماك السوبر ايفرماكتين الايفوماك السوبر هاتله ايفوماك أردني ده أوسط حاجة لو لقيت الامريكي يبقى 100 مية لو هو خروف أقل من 50 كيلو يديله سنطي أمريكي أو سنطي ونص أردني لو هو 50 كيلو يديله 2 سنطي أردني وممكن سنطي واحدة امريكي ممكن يكفي يعني سنطي سنطي ونص كفاية قوي والجرب اللي في عينه ده لو حبيت تعجل هو الايفوماك هيقضى عليه بس لو حبيت تعجل تحكه الجرب اللي في وشه ده وتجيب له علبة مرهم كابريت وتدهنه مرة واثنين ان شاء الله هيخف بالكامل اللي هو الجرب اللي في الوش رغم من المفهول الايفوماك هو هيكف انه يقضى عليه بس ساعات بتتأخر شوية فانت عشان تعليقها اسرع تحك مع ابرة الايفوماك تحكها وتدهنها مرهم كابريت اما بالنسبة الورم الاسفل الفاك عبارة عن كورة يعني زي خراج مش هولك زي خراج هي تطبر خراج لو اصبحت كروية كده وطارية شوية دي بتبقى خراج بتسيبه لغات ما يفتح وبتصفيه وبتطهر مكانه بدون اي تدخل يعني معليك غير انك لما بيتفتح بتصفيه كويس لغات ما ينزل دم وترميه بعيد وتدهن مكانه اي مطهر ممكن حلقة عن مرض الحمى القلاعية في الاغنام الله يحاضر ان شاء الله نعمله حلقة باذن الله عنه السلام عليكم معكم السلام عليكم وبركاته هل فعلا شكل الكبش وحجمه وزيولهم تأثير كبير على أولاده وايه احسن سن الكباش في العطاء طبعا لو ما بتيجي تنقل كبش طبعا ما تنقش كبش قزم ده اكيد ما تنقش كبش قزم وزنه مش مهم وزنه احنا بلتكلم وزنه ده رجع للعالفة بتاعته اللحم لكن المهم المواصفات الحجمية بتاعته شكل القرون منتظمة ما تكونش قرون ما تكونش قرون مثلا اللي هي قرونه بتبقى دخلة في رقابته قرونه فتحة جامد يعني شكل القرون اللي انت عاوزه تختار شكل القرون اللي هو الكويس اللي ما يعملوش مشاكل الحجم بتاعه حجم يكون بتاعه خشب عريض عضم عريض ما شاء الله طول بعرض حجم اللي هي ليه دور طبعا لو انت بتشتغل مثلا في اغنام طرفها كبير والليا الكبيرة مش محبوبة عندك يبقى تنقي كمش اللياته صغيرة على قد ما تقدر دي كلها صفات ورصية هيورصها لعياله وان كنت تظهر بنسبة 50% من عياله على حسب طبعا الام لسه معاه فيها صفات اياه كمان بس هو على الاقل عليه 50% من الصفات الورصية فانت لك الحجم حجم اللي هي اللون لو انت حابب اللون بتاعه برضك اللون معين كل دي صفات ورصية شكل القرون الصحة العامة طبعا دي رقم واحد اما اني وقت بيبقى الكبش بيعد تاخد منه عطاء يعني طول ما الكبش سخنه بيدرب كويس حتى لو هو عجوز بس هو يفضل لو انت تقصد احسن سين كباش في العطاء انا مش فهم يعني يبدأ يدرب تقصد لو ببداية هو يكون كسر جوز اللي هو عمر سنة عمر سنة لو تقصد البداية اما لو تقصد افضل وقت هو لما يكتسب الخبرة اكتسب الخبرة عندك عمر سنة خلاص هو كده يبقى ممتاز بيقعد معاك سن معين مش هتفرق اهم حاجة ما يكونش عجوز لو انت لسه شاريه عشان يعيش معاك بس يعني كسر جوز كسر اربعة يعني عمر سنة عمر سنتين عمر ثلاثة عمر اربعة تمام بعد كده يعتبر مش عجوز لسه هيعيش ان شاء الله اربعة خمس سنين كمان بس يعني اخراك المفروض لو انت بتشتري يكون كسر اربعة كسر ست قصدي يعني خلاص على وشه انه يقفل يعني عنده ثلاث سنة من الثلاثة لأربعة سنة لو انت هتشتري اخو عبد الرحمن بيأكل من وزنه 3% علف مركز في اليوم لو الخروف تسمين سريع وأكل 3% معناها أكل علف مركز لحد الشبع يعتبر لو أتلاحظ هتلاقي المادة الملأة ما بيأكلش 1% لما الخروف يأكل 3% علف مركز الكمية دي كده كبيرة دي أقصى كمية يعرف يأكلها في اليوم المادة الملأة ما بيأكلش أكتر ما بيزيتش عن 1% ما بيزيتش عن 1% طب أنا بدي 2% علف مركز هتلاقي المادة الملأة طبيعي بتزيد هيعوض نقص المادة لعلف المركز هيعوضوا بالمادة الملأة يعني لأنا بديت 2% علف مركز طبيعي المادة الملأة ممكن توصل 2-2.5 3 لأن 1% المركز مش هيكفيه 1% مالئ يعني أنا لو نقصت 1% من المركز مش هينفع أعوضوا ب 1% مالئ طبعا ده ما يتسواش مع ده في القيمة الغذائية فقدروا دي كده المعلوم المعدلة 3% مركز مش هيكل كحد أقصى 1% مالئ لأن أنا عملي الخروف بلو أكل 3% مركز في اليوم ما بيأكلش ربع كيلو دريس ربع كيلو دريس يعني كانوا 20 خروف عندي كانوا في اليوم بيأكلوا 5 كيلو دريس تقريبا في اليوم كله البالة كانت حوالي 20 كيلو كان بيأكلوا نص بالة يعني اعتبر ربع كيلو لكل واحد في اليوم اللي هو 1% كان متوسط وزنهم كان حوالي 25 كيلو 1% ده كحد أقصى بيأكل شكرا 1% طالما أكد 3% طالما أخذ 3% مركز فمعلومة أنه يأخذ 1.5% لا 1.5% دي تعتبر مش هيكلها في 3% ولكن لو بتدي 2% مركز لا هيأكل أكتر يعني هتبقى المادة الملأة أكتر من نص العلف المركز أكتر من نص العلف المركز لو بدي 2% هتدي له 1% نص العلف المركز وعلى زي ما أنت بتقول 1% مادة ملأة لا الخروف يفضل تجعي كده مش بيعش لما تديره 2% علاف المركز ممكن يأكل 2% مادة ملأة مع 2% مركز بس شاء الله تكون وصة المعلومة السلام عليكم وبركاته وبركاته نتفرجت على حلقة الأعلاف البديلة حضرتك أنا عندي دورة بيضة بالكوالح ناشي مطحونة وكسر وفول وعيش بلدي وانخالة خشنة والإضافات موجودة ومحتاج أعمل عالف التسميل يا غناب بالرسم متفاطة بصراحة أنا مش عارف والمكونات عندي مطحونة وخايف أنها تتلف قبل ما يجيب الغنم لا أنت ازاي جبت أنا مش عارف أنت ما عندكش الغنم عموما للأسف يا جماعة احنا اتكلمنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية إن عملنا مجموعة حلقات على الأعلاف عشاء وورتك إزاي تحسب نسبة البروتين ونسبة المواد النشاوية إيه هي والمواد مصدر البروتين إيه هي ومصدر الأليف إيه هي ونسبتها في العلف كام وإزاي تحسب نسبة البروتين يعني علمتك إزاي تعمل عالفة بنفسك بالخمات المتوفرة بحيث أن تعمل عالفة بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن فما ينفعش كل واحد يبعات لي الخمات ويقول لي عمل لي عالفة قبل أنا فيه الفيديو فعلا كان ناس كتير بتبعات لي الخمات وكنت بعمل لها عالفة فعلا قبل ما نزل سلسلة تكون لأنه لقيت الأسئلة كتير وطبعا زائد الخمات بتختلف أسعارها من بلد لبلد بتجيني أسئلة من بلدان أخرى غير مصر فأنا ما ينفعش أحددلك أنا معرفش السعر الشعير عندك كام سعر الدرة كام سعر العش كام سعر كسرفول كام فكل منطقة بتختلف سعرها بتختلف أسعارها فأنت ومع ذلك فيه بدائل يعني أنا لما نزلت بدائل الأعلاف ورقتك سعر خمات الأعلاف في مصر الدرة وصلت 4500 جنيه 9% بروتين وفيه أمح بـ 4450 يعني أرخص من الدرة والأمح 12.5% بروتين يعني شوف من 9% إلى 12.5% فيه 3.5% 3.5% زيادة وأرخص والسعر أرخص إيقام أنا لا أستخدم الدرة فأنت لازم تفكر كده تشوف البديل الأعلاف هي اعتبر بديل الدرة 100% بقوا أفضل من الدرة طبعا من ناحية نسبة البروتين المهم حاول تعمل على الفتاك بنفسك ونخش على الفيديوهات يتعلم إزاي تحسب نسبة البروتين إزاي تعمل تحسب نسبة البروتين أنت بتقول عاوز أعمل بنسبة متفاوتة ادخل ومعاك على الأسئلة كون عالفة وقول دي كويسة ولا لا وشوف انت بحيث تقوم وتقعد مع نفسك كده وتعمل كذا تضريبة بنفس نسبة البروتين وتشوف سعر الأرخص فيه وبعتلي وأنا إن شاء الله هنساعدك بردك بصدر لو أنت عملت العلفات وكل واحدة بالسعر بتاعها تحسب السعر بتاعها لازم تتعب شوية عشان تعرف تكون على طول باستمرار أي خامة قبلك في السوق تعرف تدخلها وتعرف مش هتقعد تسأل كل ما توفر الخامة دي تغلى هتقعد تسأل سويا عاوز عمل العلفة الخامة دي غيرت لا أنت شغل دماغك وتعب شوية وفكر عشان تعرف أنت تكون بنفسك على طول السلام عليكم ومستاذ الله بركاته لو سمحت إذا ممكن تسوي فيديوهات عن زيارات لمربين أغناء مع اساس نشوف الإيجابيات والأفكار اللي عندهم وبنفس الوقت تخبرني عن السلبيات مش المناعة فيها والله يا حاضر إن شاء الله لو رحت أي مزرعة إن شاء الله عجبتني أنصور أنهم مستنظرين في ناس مستنظرة فيديوهات من مزارع لو رحت أي مزرعة وعجبني النظام بتاعها أنصور إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته رزيزي محمد نسبة البروتين في حت الفول البلدي كسر الفول البلدي عشان عمال أسمع كلام كتير وهل لو عملت به خلطة يكون تحويل كويس طبعا الفول مصدر بروتين مفيش في كلام ولكن نسبة البروتين في الفول البلدي الفول البلدي حبة سليمة حوالي 25-28% بروتين أنا بستخدمه 28% طبعا أنا بستخدم نسبة تقريبية نسبة تأكيد أنت ممكن تجيب كيلو فول من هنا وكيلو فول من هنا وتروح تحلل في المعمال 26-28-29 ده 30 يعني بتختلف من نفس الأرض كمان بتختلف وأنواع الفول كثير بس احنا بنتكلمه كنسبة تقريبية تقرب معنا للشور الفول السليم 28% بروتين الفول البلدي الفول مكسر بس كانها فولة متشوشة فولة متكسرة ما هواش كلها اشر بنعتبرها 28% برضك فولة متشوشة متكسرة الكسر بيبني التفئيدك كأنها فولة نسبة الاشر فقال نسبة طبيعية لا فول متشوش بس من غير اشر بدون اشر زي الفول اللي هو بتعمل منه الطعمية الفلافل بس بيكون مساوس بيروح العلافة على طول ده ممكن تحسبه 30% ممكن تحسب 30% بالنسبة للفول كسر الفول في نسبة اشر هنا بقى بتختلف على نسبة الاشر ممكن تحسبه عالية شوية ممكن تحسبه 25% لا عالية كتير ممكن تحسب 20% وعلى حسب تقديرك انت بالتقدير بالعين السلام عندي معزة من شهر تقريبا لقيتها من يوم البول بتاعها لونه احمر زي الدم مع العلم اني كنتم اعطيها شرب ديديان من كذا يو دي حصلت معايا في عيجل قبل كده ممكن تكون انت زودت الشربة ده بيحصل عرض في عيجل مرة زودت له كمية الشربة فعلا اتبول دم صافي مش 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 بول في دم كأنه دم صافي حتى هو كان محطوط على سراميك كنتم مقاف على السراميك بالصدفة وهو يتبول ملق السراميك ابيض السراميك هصبح لونه احمر بس الحمد العجل ما حصل اي حاجة هي مرة واحدة بس وعدت والعجل ما شاء الله في الاكل وحاول ما شاء الله عليه في التحويل الزيادة بيعمل لهم ناقص فسفور بتحتاج إبرة إبرة فسفور اللي هو يعتبر إسمه كفوزال 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 عبارة عن فسفور ده بالنسبة لو بتأكلها برسيم او ممكن تكون عراض الشرب فهي لو تتابع البول بتاع لو رجع الطبيع تاني مفيش بها اي مشكلة لا خلاص مش محتاجة تدعي حاج إنما لو البول باستمرار لونه أحمر يبقى ممكن تستخدم حوان كفوزال اللي هو حوان الفسفور هل حقن الآيفوماك وشربة الددان سببين الإسهال الآيفوماك شربة الددان مش كلها فيه أنواع بتسبب إسهال زي الليففلوك بتسبب إسهال ومش بنسبة 100% يعني ممكن بنسبة 70% تسبب إسهال يعني مش القطعة تدينه ولازم كله يجيله إسهال بنسبة 70% أما مثلا زي الشربة زي الليففلوك زي الطريميك الطريميك بتعملش إسهال ما بتسببش إسهال الآيفوماك بيحصل نسبة إسهال يعني بنسبة 20% 30% ما بتحصلتش بنسبة عالية يعني في الآيفوماك يعني ممكن يسبب الآيفوماك الحقن برضك ممكن يسبب إسهال بس بنسبة بسيطة الخراف المفروض ياخد كم سنتي فيماك سوبر بيتختلف والله الجرعة أقل من 50 كيلو سنتي 50 كيلو وأكبر 2 سنتي يعني أكبر من 50 كيلو بياخد 2 سنتي وبعد كده كل 50 كيلو 1 سنتي ده الجرعة السابتة المكتوبة في الوصفة داخل في الإرشادات داخل الدواء إنما تختلف طبعاً مصري يختلف عن أردني يختلف عن أمريكي يعني مصري عندنا أنا ممكن يحن الخراف 50 كيلو ويحنه 3 سنتي على الأقل بالنسبة للإيفوماك المصري حتى بيبلك من سعره يعني الإيفوماك السوبر المصري في حدود 100 جنيه في حدود 100 جنيه اللي عبو هو 50 سنتي الإيفوماك الأردني السوبر الأردني بمية لا عفوا الإيفوماك المصري أقل من 100 جنيه الإيفوماك المصري السوبر أقل من 100 جنيه يعني فيه ب70 وفيه ب80 أقل من 100 الإيفوماك الأردني بمية خمسة وستين جنيه لسي قيبها من 3 أيام تقريباً مية خمسة وستين أو مية خمسة وسبعين النافس العبوة الإيفوماك السوبر أردني 50 سنتي الأمريكي 50 سنتي من فوق الـ 500 جنيه شوف الفرق السعر كلها نفس العبوة ونفس التركيز إيفوماكتين 1% كلها نفس المادة الفعالة ونفس التركيز ونفس الكمية 50 سنتي 50 سنتي 50 سنتي 50 سنتي 70-80 جنيه المصري 160-70 جنيه الأردني 500 جنيه الأمريكي أشوف الإختلاف طبعاً لازم التركيز هتختلف هو التركيز مكتوب على واحد كلها 1% 1% 1% بس يعني أدوية ملعوب فيها ياما فهذا المصري ممكن أدوى 4 سنتي كمان 3-4 سنتي إلى 50 كيلو الأردني مبديش أكتر من 2 سنتي الأردني مبديش أكتر من 2 سنتي طبعاً الخروف ما ياخدش إيفوماك أهل من 3-4 شهور أهل من كده تستكفي بالشرب السلام عليكم أهل من 3-4 شهور أعطي طائف ومكلة ديدان فبعد الجرعة بيومين لقيتها منزلة دم ملازج من حياها كتير واستمر لمدة خمسة أيام وبتاكل كويس والصحياتها حلوة ما فيش لحد لا تنزول للجنين فقال ده معنى إيه والله معنى قد يكون لو عندك صنار خلو دكتورك شايف قلاب الصنار شوف نبض الجنين الجنين حي ولا مات لأنه ممكن يكون طالما نزيف ودم كتير نزلة دم ملازج دم دم ولا تنظيف ما فيه تنظيف بتبقى إفرازات كده غمق شوية ولكن لو دم دم يبقى كده ده أكيد الجنين مات جوه دي علامة على الطراحة علامة على السقوط بتسقط بس ممكن الجنين ما نزلش ممكن الجنين يتحجر جوه الرحم الجنين يتحجر جوه الرحم ممكن ما نزلش وتعيش به عادي بس ممكن ما يخلاش تعشر تاني فلو فيه صنار عندك حاول توديها للصنار تخلى الدكتور يشوف لك نبض الجنين النبض شغال ولا الجنين ميت لو الجنين مات هتاخد إبرة طل عشان تنزل اللي في بطنها دي علامة على موت الجنين عموما يعني هي كانت علامة على السقطة بس هي ما سقطتش نزل الدم ده في الشهر التالت المتابطور استمرت خمس ايام يعني كده تسعين في المية الجنين ميت جوا ما علاج التاب الرحم التاب الرحم نعليكته بطريقين طبعا بتدي معاه في حاجة اسمها هيرمون أستروميت أستروميت ده هيرمون الصروفة هيرمون اللي بيخليها تدخل في حالة شيع يخلي النعجة أو المعزة تدخل في حالة شيع فبتأخذ واحد سنطي بتديها واحد سنطي وفي نفس الوقت بتبدأ تحقن ثلاثة يام وربع ده بنسلين الأستروميت بيعمل الأستروميت بيعمل على فتح عنق الرحم عنق الرحم يتفتح والبنسلين بيعمل على علاج الإلتهابات داخل الرحم وفي نفس الوقت عشان تطلع الإفرازات اللي داخل الرحم الصديد يطلع هو الأستروميت بيفتح عنق الرحم فبيخلي الصديد ده يطلع لأنه في الحالة الطبيعية عنق الراحم مقفول ما بيتفتحش إلا في حالة الشيع فأنت بتدخل المعزة أو النعجة في حالة الشيع بالأستروميد أما لو دخلت في حالة الشيع طبيعي يبقى تمام تمام إلحق وإداء 3 ايام أو 4 ايام بنسلين بإن شاء الله خف 100% معي 3 ايام أو 4 ايام و4 بنسلين 1 سنط الكل 10 كيلو يعني لو نعجة وزنها 40 كيلو أو 50 كيلو تاخد 4 أو 5 سنط كل يوم عضل طبعا وفي مرة تاني استخدمت سوفيتاكس بشري لو النعجة 50 كيلو أو حاجة بتاخد أمبولين لو النعجة وزنها مثلا 50 كيلو تاخد أمبولين كل أمبول 1 جرام كل أمبول 1 جرام بشري الجرام بـ 25 جنيه تقريبا تاخد جرام النهاردة وجرام بعد بكرة يعني النهاردة والسيب يوم بعد بكرة تاخد جرام تاني مع طبعا قلنا الأستروميد بردك ده بردك جابت نتيجة الحمدلله والرحم خف بس طبعا البنسيلين هو الأرخص لأن السوفيتاكس بـ 50 جنيه 2 جرام طبعا فيه أمبول 2 جرام ممكن تجيب أمبول 2 جرام بحوالي 35 جنيه أوفر بس عموان تحطه في التلاجة هو عموان بيتحط البدرة المفروض يتاخد مباشرة بعد الحق بس معرفش الفترة قد إيه يعد لأنه بيجي بدرة وبتحله بالمية فأنت هتحلل الـ 2 جرام وتاخد نصوهم وتحللهم من النهاردة والنصو الثاني بعد بكرة بس ماذا تحمل البنسيلين اللي هو السوفيتاكس المحلول ده هيستحمل ليومين أنا مش عارف والله ده لو عاوز توفر أما غير كده أمبول بـ 25 أمبول بـ 25 50 جنيه والسوفيتاكس الأستروميد الصنط بتاعه حوالي 30 جنيه تقريبا فهتدخل في 80 جنيه علاج أما البنسيلين أوفر علبة البنسيلين كاملة 50 سنطي في حدود 110 تقريبا 110-120 تقريبا حاجة زي كده في حدود 110-120 فهي مش هتاخد لو هي تقيلة هتاخد لها نص العبوة هتاخد بـ 50 جنيه والله هتبها هي التكلفة لو تقيلة هتاخد لها لا لو تقيلها 3-4 تقريبا هتاخد 15 سنطي أو 20 سنطي برضك أنا قريبة من بعضها قريبة السلام عليكم عبدالله وبركاته مع ذلك السؤال قد يكون غريب هل الخرفان تأكل أوراق المانجو بالمقارنة بالجديان والمعيز أرهم جزيلا شكر والله أنا ما أقدرش أحدد لك جميع الحاجات تكلها بس هي الغنم أضرأ خدها قاعدة الغنم بتعرف مصلحتها برضك طالما غنم مطلوق فيه خيارات مش غنم ضربها الجوع غنم ضربها الجوع بتاكل الزبالة بتاكل العود اللي هو في الجلة بتاكله اللي هي ضربها جوع أنا متكلم غنم شابعانة وعرضت عليها ورق المانجا وكالته إبه هو كويس بتاكله ما فيش منها هي مشكلة لكن أنا ما جربتوش للأسف ورق الزتون كذلك جميع ورق الشجر كذلك فيه ورق هيا الغنم ما بتستطعموش تطعموحش ما بتاكلوهش يعني تبقى إن غنم اللي بترعى تدخل فيه شجر واطي ما بتلهم الغنم بتقربش عليه الورق بتاكلوش لكن الممكن لو أنت حبس الغنم واتها من الجوع تاكله غصب العنم ويعمل لها مشاكل فوطف الطبيعة الغنم بتفهم عن البشر الغنم تعرف المفيد والضار الغنم بطبيعتها بطبيعتها تعرف المفيد والضار غير البشر فهي لو كانت فيه الغنم يبقى خلاص ببقى هو تمام إن شاء الله يا جماعة ليكتب سؤال اكتبه مباشرة ما يكتبوش رد على هاي يعني سؤالك بيجي على هاي اترد زي ما انت شايف كده دي أسئلة وكأنه ردد على السؤال إذا كان من المناسب إعطاء إبر وتشريب الددان بشكل دور فكام ستكون المدة المناسبة لكل مرة الددان شربة الددان أو إبرة الآيفو ماك بتتاخد جرعة النهاردة كأول جرعة بتتعاد بعد عشرين يوم بعد عشرين يوم تعيد الجرعة تاني بعد كده خلاص كل أربع شهور خمس شهور حسب ما تلاقي الغنم تحولها مش مظبوط معك أو طبعا بالنسبة ده طبعا مش تقعد أربع خمس شهور معك في التسمين ده تقعد كلها تقرد أربع شهور لو هي دور التسمين بتحقينها أول ما تيجي بعدها بعشرين يوم بعد كده يعني ممكن بعد الجرعة التاني دي بتنقل حالات الفردية بعد شهر لو في حالات فردية ما جابش معاها نتيجة ممكن تديها جرعة كمان بعد شهر من الجرعة التانية بعد كده خلاص ما بتديش حاجة لغاية متطلع على الغنم ما بتاخدش أي فماك لغاية متطلع لأنها بتقعد لنك 3-4 شهور خمس شهور انت حقانت على أول شهر قعد معك 4 شهور خلاص ما بتحقينش تاني لو دور التسمين أما كأمهات لا يفضل أنك تحقينها بعد الولادة بحوالي 15 يوم 20 يوم 25 يوم بعد ما نقوم بتشد حلع بحيث قبل ما تدخل في الشيعة تاني قبل ما تبدأ دورة شيعة تاني قبل ما تبدأ تعشر يعني تديها إبرة الآيفون ماك بعد الولادة تكون شدت حلع 20 يوم 25 يوم بحيث أنك ما تتعرضش أنك تحقينها آيفو ماك وهي عشار طبعا الناس كتير بتقول أنا بستخدم من الآيفو ماك وآمن على العشار وهي لسه جينا سوال دلوقتي هو ادها آيفو ماك ونزلت دم يعني دي كده سقطت وهي عشر ثلاث شهور ففيه الناس بتقول أنا بستخدمه باستمرار وآمن والله يا جماعة احنا بتقوله من ناحية أول ربنا سترع معاك وما بنقولش أنه أنه ضار بنسبة 100% يعني ممكن 100 نعجة تعينه ممكن نعجة أو 2 أو 3 أو 5 يعمل لهم يحصل لهم مشكلة مش بنسبة 100% ولكن أنا بنقول عموما أي حاجة عشار ما تاخدش أي إبر أي إبر إلا لضرورة بس الضرورة الضرورات تبيح المحذورات طالما لضرورة يبقى لازم تاخده خلاص وتلمت وكالك على الله وإن شاء الله بتعدي إنما مش لضرورة لا ممكن الإبر ملاش لازمة وتديها تكون هي السمب في سقطتها يبقى أنت الإبر ما كانش لها لازمة وموتت الجنين في بطنها ولا ممكن تحملها مشكلة ممكن تموت هما الاثنين يموتوا ممكن يموت جوه يموتها تسمم طبعا مش دائما اللي بيموت جوه بيحصل حال التسمم طيب بعد القضاء كم من مدة الذي يفضل التلقيح في حدود من شهر لشهر ونص يعني في حدود 45 يوم في حدود 45 يوم على أي عمر يقف نمو الأغنام مش فيهم سؤالك من ناحية التسمين أعلى معدل تحويل بيكون في أول 7-8 شهور أو عمر سنة ده أعلى معدل تحويل اللي هو من عمر الخروف ككل ما بنتكلمش من داخل السنة من داخل السنة أول 3-4 شهور 5 شهور أعلى معدل تحويل لكن همتكلمه كان من عمر الخروف ككل أعلى معدل تحويل في أول سنة بعد السنة ما بيكبرش لا بيكبر طبعا بيكبر بس نموه بيكون بطيء ولكن ممكن تقدر تقول كده عمر سنة سنتين بالكتير لو أنت بتتعرف خلاص كده نموه اكتمل هو عمر السنة لو أنت بتعرفه من هو صغير عمر السنة هيكون اكتمل نموه عمر السنة هيكون نموه اكتمل خلاص ولكن الزيادة اللي بعد السنة بتكون زيادة بسيطة إنما لو أنت ما بتعرفهش مراعي لا عادي أنت ممكن تاخده كبش عمر 5-6 سنين 7 سنين شاسيب الصفاضي بتعرفه ما شاء الله بييملى معاك بس الحجم ما بيزيتش لكن هو حجم الخروف المفروض بعد ما بيكسر أول جزء هو عمر السنة بيبدأ خلاص كده بلغ هل بعد ما بيبلغ ما بيكبرش بيكبر بس بيكبر حاجات بسيطة زي البني آدم كده يعني عن سن البلغ عنده الخروف هو عمر السنة يعتبر نموه اكتمل الجسمي والجنسي خلاص بعد كده طبع يزيد الزيادة بسيطة زي البني آدمين بالزبط مش الزيادة اللي هي يعني مش اللي هيزيد سنة زاد بقى وزنه 70-80 كيلو بقى في السنة التانية يبقى وزنه 150-60 كيلو لا مفيش الكلام ده يعني السنة الاولى وزنه 70 كيلو مثلا السنة التانية ممكن يزيد 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو طبعا تختلف زادة من اول سنة الاخر السنة يعني السنة التانية اصدت تبدأ ابرد او شربة الديدان مع اي عمر او فئة عمرية بالنسبة للشربة يعني طبعا عمر شهر شهرين ده مش هتديله شربة هو بيشرب لبن ولسه بيقول يا هادي في العلف مش اللي حيقش يكون الديدان ولكن نقوله عمر 3 شهور نقوله عمر 3 شهور لو انت بترعب الغنم طبعا البرسيم والحاجات دي ممكن بتجيبي ددان بسرعة فممكن عمر 3 شهور تدي شربة والايفو ماك ما تديوش قلق من 4 شهور من 4 شهور 4 شهور كحد ادنى يعني الابرة تديها عمر 4 شهور الشربة عمر 3 شهور تدي شربة اسألك سؤال كيف بدي احد من رائحة الاغنام الكريهة اذا بتعرف ده ويمنع ان بعس الراحة الكريهة لو تقصد رواقح الجديان التيوس من اللي هو بيعشر في الماعز فهذا ما فيش فيه طريقة تحد من ريحته اذا تقصد الريحة دي لان الاغنام ما لهاش ريحة الاغنام ما لهاش ريحة زي التيس زي الجديان الطلوقة اللي هي بتعشر فده ملوش حل غير انك تستسني وتدخل واحد جديد لسه بتطلع ريحته واحدة ده ملوش طريقة انك تشير ريحته اما لو تقصد الريحة تحت الغنم فتحت الغنم دي لازم بالنظافة باستمرار لو انت في حظيرة خرصانة الارضية النظافة وتفرش فرشة جديدة اول باول يعني كلما تلاقي الفرشة تبلد تحتهم تلمها وتفرش فرشة جديدة ولو انت في الصحراء كلما بتعفر اننا بتتبلبتش تحتهم بتلم الطواقع 20 سنتي بتطلعها وتفرش تربة جديدة رملة جديدة ان شاء الله اكون وصلك اللي جاب مرحبا اكا شكرك اللي بارك فيك كلما تقدم لنا من شروعات هل من علاج للبعوض حيث المنطقة عندنا فيها بعوض كتير يؤذي الانسان والحيوان خاصة في الليل وهل له تأثير على عملية تسمين الخوارج بحيث ان ياخذ كل الاحتواط اللازمة من النظاف وتسمين واخش ان يفسد المشروع ان المشكلة الاساسية لي ناقل للامراض فقط لا غير احنا كان في واحد يتكلم عند اللسان الازرق واللسان الازرق ده من ما بينتقلش من غنم لغنم مباشرة من غير معدي للغنم مع بعضيها انما معدي بينتقل عن طريق البعوض يعني الناقل اللي الوحيد هو البعوض ده مرض من الامراض الخطيرة فهو مشكلته الاساسية البعوض الحشرات عموما مشكلتها الاساسية في الامراض ناقلة للامراض الجراض في الابقار بينقل طفيلات الدم اساسي ناقل العلم ال انا اقوله ايه لا اله اله الا الله اينما وجد الجراض لازم يكون فيه الجراض اللي هو في الابقار يعني في المواشي يبقى لازم يكون فيه طفيلية الدم لازم تحقن طفيلية الدم اينما وجد الجراض البعوض البعوض المشكلة فيه زي ما قلنا انه هو الناقل للامراض فهي دي المشكلة سيئة لكن ازاي تتخلص منه صعب تتخلص منه في المكان المفتوح عموما لانه البعوض بيكتر حواليك اكيد اراضي زراعية حواليك اكيد مسطحات مائية عينها موجد الزراعة والمسطحات المائية لازم يبقى في بعوض اما ازاي تتخلص منها طبعا هو بيكون بالليل لو عندك في المبيت يعني في مكان بيبقيت وفي مغلق مكان مبيت مغلق يبقى يتم الغلق تماما لمناء الشبابيك بالكامل بسلك اللي هو السلك ما ينفسش نفس يدخل هوا وما يدخل نموس يتم غلق جميع النوافذ وفتحات التهوية بايه بالسلك اللي هو اللي ما يعديش البعوض ما يعديش النموس كده تحافظ على غنى مكبيل لأنه هو مشكلة البعوض بينشط بالليل بالنهار ما فيش بعوض فيه دبان يستلم الدبان بدله بالليل البعوض وبالنهار الدبان بس الدبان نوعا ما يعني في الواسع ما فيش مشكلة إنما المشكلة في البعوض ده الأساسي يعني هو بيزاول النموس الدبان شوية بس البعوض هو الأشد هو يعتمد غزاء على الدم فالبعوض لو المكان مغلق زي ما قلت لك تقفل جميع منافز أما لو المكان مفتوح فللأسف صعب غير إنك بتعتمد الرش بس كل يوم هيجي لك يعني اللي هترش هترش المكان رشته مبيد عضيت على البعوض الموجود حاليا بس المكان مفتوح هيدخل غير ويدخل غير ويدخل غير أي عين المشكلة المنطقة اللي حواليك طبعا والغنم نفسها بتجذي بالبعوض يعني نسأل بعد وقرأت إعطاء تركيبة علف تزويد اللبن بالنعاج وهل إشر فول الصوية مضر الأغنى من الوحتواء وعلى نسب علام النحاس أدية المعلومة أولمر لأسماحها منك إن إشر idiots هتوع من نحاس لكن أنا بستخدمه اشر الصوية يعتبر بديل الرضة بديل النخالة أول ما تغلى وإشر الصوية ممتاز بس أنا بستخدم الإشر الناعم اللي هو فيه نسبة حت ما باستخدم إشر الخشن ما فوش حت خفيف اي عشر خفيف ما بأستخدم الا و اما اشر الصية فهو مفيد انا عند علمي انه يعني ما عرفش ان فيه نسبة عالية من النحاس انا معلومة كانت عام دي ان العطس هو اللي فيه نسبة عالية من النحاس و انا عشان كده بقول ما نستخدمش اكتر من 10-15% في العلفة خوفا من ان يكون فيه نسبة نحاس فعلا عالية تسبب تسمومات ولكن اشر الصية و نفرض فيه نسبة عالية من النحاس مفيش مشكلة النحاس مفيد و ضروري للاغنام نقصه بيعمل مشاكل كبيرة فاذا كان فيه بردك نسبة عالية من النحاس انا كده كده بستخدمش اكتر من 10-15% 20% بالكتير بستخدمش بنسبة عالية زي مثلا كذب بزرة القطن كذب بزرة القطن اللي هو مش مقشور اللي هو اللي بقالونه اسود ده فيه نسبة عالية فيه نسبة سموم القشرة نفسها فيها نسبة سموم مش نحاس نسبة سموم السموم دي بتسبب اسهالات عشان كده استخدامه في العالفة بيقتصر على 10% 15% للمواشي الغنم كحد اقصى 10% للغنم عشان السموم اللي في القشرة بتكون تعملوش مشاكل فهي هنا كل حاجة بيكون لها برضك ضابط فاذا كان نفترض ان القشرة سوفي نسبة عليه من النحاس فهي 15% مش هتعمل مشكلة في العالفة اما اعطاء تركيبة عالفة لتزويد اللبن بالنعاج والله راجع مصدر البروتين نسبة البروتين عاوز لبن تزود البروتين انت عندك العلم اللبن بيحتاج بروتين عالي زيه زي التسمين السريعة فانت شوف المكونات اللي عندك وكون عالفة بروتينها عالي لو مش عارف ارجع لفيديوهاتنا لتزويد فيديوهاتنا لتكوين الاعلاف فيه 5-6 فيديوهات في القناة لتكوين الاعلاف وازاي تحسب نسبة البروتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتشرها توحيد الشبق عند الامهات ومنافعه المنافع في توحيد الشبق انك انت بتعامل الامهات كلها معاملة واحدة احنا تكلمنا الامهات العشر اللي هي في الشهور الاخيرة الشهر الرابع والخامس اخر شهرين من الحمل واحد شهرين في الرضاعة اربع شهر متتالة دولا بيحتاجوا تغزية عالية بيحتاجوا اعلاف مركزة فطبعا انت لو والغنم الشيع مش موحدة هتضطر تقسم الحظيرة لاكتر من مكان تقسم المزرعة لاكتر من مكان ان عجل فضية والعجل العشر اللي هي في البداية والعجل اللي هي العشر التقيل والنعجل اللي ولدت هتقسم اكتر من مكان ثلاث اماكن او اربعة فهنا لا اما في توحيد الشبك وبيتبقى معاملة الغنم كلها معاملة واحدة لانها كلها بتعشر ولادة موسم الولادة من اول واحدة الاخر واحدة ما بيتجاوزش العشرين يوم ما بيتجاوزش العشرين يوم طب انا اقل من كده كان بساعده عشرين يوم عشرين ما تجاوزش العشرين يوم بتكون على الاقل تسعين في المئة من اني عاج ولدت تسعين في المئة من الامهات ولدت في خلال عشرين يوم كده طب انت المعاملة معاملة كلها واحدة ما فيش تغيير اماكن عادي فقط ممكن بس تستسنق اللي على وش ولادة تطلحها بستطبع تطلع اللي عشرين هو كله هيلود مع بعضي ما فيش تسناد هو كله هيلود مع بعضي فدي ميزة التوحيد وفي نفس الوقت الاغنان بتطلع كلها حجم واحد ما فيش خروف كبير وخروف صغير التفاوت بيكون قليل التفاوت بيكون محدود فتعرف تبع غنمك كلها دفعة واحدة قطيع واحد موحد في التسمين طبعا التفاوت بيكون مثلا خمسة كيلو بتاع عشر كيلو ده تفاوت معقول في الاغنان الملن بعد ما تسمن يعني تباوزنك مثلا من اربعين لخمسين كيلو حلوة تفاوت عشر كيلو مئة في المئة اما الزيت توحد ففي طريق طين في طريقة اللي هي بالهرمونات بالحقن ودي ذكرناها اللي هو هرمون اسمه أستروميت لتوحيد الشيع وفي بالاسفنجات سفنجة بتتحط في المهبل بتاع الغنم او بتاع المعزة دي الطريق طين طريقة بالحقن وطريقة بالاسفنجات اما الطريقة بالزبط في اقرب دكتور بوتر اللي انت هتجيب منه الهرمون هيقول لك بالزبط هتعمل ايه السلام عليكم وستهد الله وبركاته لديها مشهور عصمين اغناء متوفرة دي حشف شبيه كسر البلح وردة ماذا اضيف عليها من الحصول على نسبة بروتين لدورة 4 اشهر أو 3 اشهر وكس بصوية غير متوفرة لدي مكاني اسوأ والله لازم تشوف مصدر بروتين مصدر بروتين معاك كسر الفول معاك كس بصوية طبعا درقة محدة تقول مش موجود معاك كسر الفول معاك لو فيه كسر ترمس حلم مش مر ترمس الحلم المر لا معاك كسر حمص كسر بازيلا في ايه تاني بديت تعتبر من الاساسيات معاك لها الامح لو فيه امح غلة رخيصة كسر مثلا لو ما فيه نسبة بروتين كويسة يعني 11 ا 12 في اللبس مش مصدر بروتين طبعا انما هترفع معاك نسبة بروتين شوية بدلا انت معاك رضة والحشف و ايه تاني بس هتدور على مصدر من الان اذكرتلك مصدر البروتين فشوفه المطفور عندك واضيفه عندي خرفين الوزن 25 بقالهم شهرين الزيادة 3 كيلو لكل واحد انا بقى علف رضة وصوية واشرفول وكوزب القطن وتبني اعمل ايه مع العلم ان ايه مجرأهم طالما مجرأهم اتخلصنا من موالي الديدان يبقى ما فهمش الديدان اول حاجة كوزب القطن متحطوش كتير انا لسه متكلم عنهم من شوية كوزب القطن 10% بالكتير في العلفة ويفضل انك تستثنيه وتحط صوية فقط بدل كوزب القطن اما النسب انت مش ذكر للنسب بتستخدم قدية تماما كم تمتحط الصوية نسبة ليلة ولا ايه شرفول كتير مش عارف النسب بتاعتك قدية فقل للنسب في الفيديو اللي جاي كم كيلو رضة وكم كيلو صوية وكم كيلو اشر وكم كيلو كسب عشان اقول لك لو فيه تعديل في العلفة ولو العلفة كانت متزبطة تبقى المشكلة في الغنم اللي عندك غنم مش شبعانة لبن مش متأسسة وتقول الكمية كمان اللي بتحطها لهم في اليوم قدية وبعد كده هنكمل لك هنقول لك يلعيب في الخرفين يلعيب في العلفة أو الكمية اللي انت بتحطها كم يكون وزن الخرف القادم تقريبا عند الشراء لمشروع التسمين السريع من عشرين وهو عمر ثلاث شهور عشان تجيب لو انت متأكد انه لو انت عارف انه عمره عارف ما تخلك من الرجل يقول لك عمر ثلاث شهور وهو يطلع ست شهور ولا خمس شهور عمر ثلاث شهور وعمر تسعين يوم المفروض وزنه يعني نمرة واحد في البرق عموما يعني في البرق عندنا النمرة واحد لا يقل عن اتنين وعشرين تلاثة وعشرين كيلو ويوصل لخمسة وعشرين كيلو من اتنين وعشرين تلاثة وعشرين لخمسة وعشرين كيلو اللي هو عمر ثلاث شهور على الاقل بتكون الزيادة بتاعته الشهرية سبعة كيلو ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين وهو ينزل مثلا ثلاثة كيلو يعني حوالي اربعة وعشرين كيلو نقوله من 22 ل 25 كيلو لا والله يعني حلو بس يعني الدرجة اللي بعدها لا يقل وزنه عن 20 كيلو مايقلش وزنه عن 20 كيلو وده الوزن اللي انا افضله ما تقلش عن كده اقل من كده بيكون وهو عمر 3 شهور بيكون ساقوه مش كويس بيكون معدل تحويله يعني مش النمرة واحد انما طبعا ده ما تكلم عليه لو هو يعني صحابهم بيعلفوا صحاب الغنم بتعلف هو ممكن يطلع أقل من 20 كيلو 17 كيلو 16 كيلو بس خشب جعان الوزن بتاعه ناقص بالسبب العلف يعني مراعي خروف مراعي خروف مراعي الخروف خشبه عريض عضمه عريض جسمه حلو بس وزنه خفيف بالسبب قلة العلفة مش بالسبب ان هو مش بيعش لبن كويس من وزنه لحم صافي لا والله التصافي بيصفي 50% بس مفيش حد بيتبح خروف 3 شهور عندنا هنا مفيش حد بيتبح خروف 3 شهور انا اتحدث من الاردن وعن خروف الاردن البلدية انا معرفش والله الخرفين بتاعتك ايه شكلها للأسف انا بتكلمك على فمصر هنا وكم كيلو سيزيد وزنه بالشهر تقريبا لانه غريبا سابيع بعد شهرين من شراءه لان سؤال لحمين عندنا يفضلون الخروف الصغير بالعمر ماشي بس والله انا معرفش خرفانة مشكلها ايه انا بتكلمك على فمصر هنا لاني لازم اكون اعرف معدلت السوراء اللي عندكم ايه بس انا كي حتى لو عندي ما عنديش خلفية عملية عنها واللي عندي خلفية عملية عنها هي الخرفان بتاعتنا هنا البرقي الرحماني القسيمي البلدي البرديسي عرف معدلت تحولهم اعلاهم من الرحماني والقسيمي والبلدي دول اعلى معدلت تحول اقلهم البلدي اقلهم اعلاهم قلنا الرحماني والقسيمي والبلدي دول اعلى معدلت تحول اقلهم البرقي معدلت تحول البرقي حوالي من 6 ل 7 كيلو في الشهر متوسط 7 كيلو في الشهر النظيف طبعا مع العرفة النظيفة الرحماني ممكن يوصل 8-9 كيلو في الشهر اه هو الانوع التاني يعني اما عندك ايه النوع اللي عندك معدل التحويل ايه معرفش انا اذكرتلك معدلات تحويل اللي عندنا لكن عندك والله مش عارف طبعا ده كله مع العلفة المركزة الثلاثة في المية في اليوم من وزنه علفة ما تقلش عن خمستاشر في المية بروتين يرى هذا التكلم عن التهاب الحوافر في الاغنام والله كنت عاوزة عامل فيديو كان فيه عند جاري واحد عنده خروف فيه التهاب في الضفر بس للأسف ملحقتوش يعني كان خف لكن ان شاء الله لو جات فرصة ان شاء الله هنعمل بإذن الله فيديو عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي كمية تتمنى اللي تعطيها الخروف بعد العلف والله احنا اتكلمنا عن الاتبان اه ارجع لفيديو ايوم افضل العلف المركزة خلط الاتبان بالعلف المركزة ام العلف المركزة الوحديها يعني ارجع للفيديو ده وشوف اتعرف حاجاتي اتعرف امتى تخلط وامتى ما تخلطش لو هنخلط والكمية من ناحية الكمية فلو هو بيتاكل لوحده بعد العلف يبقى التبنى يكون لحد الشبع وبحددش كمية بالوزن لحد الشبع بعد العلف لحد الشبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالم الحمد لله عندي ايضا خروف ماتت امه وارضعته حليم مجفف وهو عمره الان تلات شهور وعشرين يوم ما شاء الله كبير ولم اعطيه اي حقا فبما تنصحني برك الله فيك لا ما شاء الله طالما الخروف صحته حلوة بيأكل كويس انا ضد اي ابر ضد اي ابر ملايش اي لزم فقط لا غير ساعة ما تلاقي لو طالع معك معدل تحويله حلو وماشي مزبوط بتوزنه مثلا شهري بيزيد معك كويس 6-7 كيلو 8 كيلو تمام بكده ماشي تمام ابوهم هي 100 والله حسيت في التحويل بتاعه مش مزبوط بتديله شربة الددان وابرة الايفوماك كلها ددان يعني التخلص من الددان فقط لا غير ببديش اي حقن انا اكتر من حقن الطفيليات اللي هي الايفوماك عشان تخلص من الددان فقط لا غير اما اي ابر تاني مش محتاجة اللي بنا عاصل تحصن ده تحصنات دي تسأل اقرب دكتور بيطري عليك انا ما بحصنش للأسف انا اغنام يعني تسأل اقرب دكتور بيطري لو في اي امراض سريح حواليكم حم اخلعية تسمون دم تسمون معوي تسأل عليها اقرب دكتور بيطري عليك هل يسمح بإعطاء الجذر للمعز والخرفان وان كان نعم فما هي الفوائد انا جاوبناك السؤال ده في المرة اللي فاتت عادي تأكل جذر تأكل جذر ما فيش مشكلة بس مش على حساب العلف الجذر فاتحش اي اغنى بفيتامين الف فقط لا غير اه انما بديل العلف لا الجذر لا يحل محاد الاعلى في المركزة و هو مفيد هو مفيد به في اللي ما فيش منه اي مشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه الفرق بين البرسيم الحجازي الاخضر والدريس الحجازي ايه الفرق بين البرسيم الحجازي الاخضر والدريس الحجازي. انا مش عارف مانطقتك فيه ان انت لو في مصر هنا طبعا ا انت تكون في السعودية بيتقال علي برسيم ب elig علي برسيم المتوفر عندك اللي اتنين كويسين اللي اتنين كويسين اللي اخضر كويس والدريس كويس يعني في الشتاء بتأكل انها مش هتعرف تعمل دريس في الشتاء بتأكله اخضر وفي الصيف بتنشفه بتعمله دريس وتخزن منه فما فيش مشكلة اخضر كويس ودريس كويس بس لما يكون اخضر ما يكونش اخضر زيادة عن اللزوم يسبب اسهالات فقط لا غير السلام عليكم هل شراء العرف بشكل اسبوعي مجدي من الناحية الاقتصادية والله هو شوف من ناحية انك انا مضطر لغزة لان مزرعتي في بيت في الطابق السابع وما عنديش عمال فمستحيل اطلع عطنان للطابق السابع فيما زل تنصحني والله في انا عندي هنا الغنب فوق السطح يعني في الدور التالت بس عامل في الدور الرابع بس عندي ونش حطه على طول فوق السطح وكان عندنا وناش زمان يعني كنا شغالين في الخرصانات في التشوين في العمير فكاخر ونش قاعد ما بعناه ونش سبته راكب في البيت فبرفع بيه كل حاجة فممكن فيه روافع بتتباع مواطير بالكهربا هتسهل عليك مش محتاج ونش يعني ب 10.000 و 15.000 فيه وناش بتتباع في حدود 3.000 تقريبا 3.500 ونص لو انت في مصر ونش بالكهربا بتعمله بس التركيبة يتعلق فيها وبتنزل الوق بتاعه بينزل وبيطلع بالكهربا وترفع فيه لو انت عاوز ترفع يعني تسهل عليك بطلع السلة اما من ناحية مجدي ولا مش مجدي بغض نظر عن وسيلة الرفع المشكلة الوحيدة انت عارف اليومين دولا يعني في خلال شهر واحد الدورة رفعت من 3.300 رفعت ل 4.800 يعني رفعت 1.300 جين في الطن في خلال شهر واحد رفعت مرة واحدة طبعا لو انت كنت شارم خزن من ايام كانت بـ 3.300 هتبقى انت في الامان وبحيث انك انت متابع شايف الناس يعني معاك فترة انت بخزن مثلا علف شهر شهرين عارف ان ده سعر خيص فخزنت منه ايام ما كانت بـ 3.300 خزنت منها شوية شهرين هوب ما كملتش 20 يوم لقيت العلف غلي الدورة غلت فانا انت معاك مخزون شهر فبترقب السوق بتفضل مرقب السوق انا عندي مخزون كفين شهر مرقب السوق سوق بيطلع ولا بينزل ولا ايه قبل ما تخلص العلفة بعشرين يوم ولقيت الدورة زي ما هي غالية بدور على بديل على طول قبل ما العلفة تخلص افضلا مش هو ادور في كل مكان اللي غات ملاقي بديل بحيث لكن انا لو بقع مدخل العلفة في اسبوع اسبوع اكلت النهاردة العلفة تخلص والدورة رفعت ومش لاقي بديل البديلة بتلاقوش بسهولة بتدور عليه فمش لاقي البديل غصب لعنك هتشتري غالي دي الجدو الاقتصادية بتوعتها انت اضطر تشتري غالي يعني هتصرف كتير يعني هتكون ارباح اقل ده الفارق بس من ناحية الجدو الاقتصادية السؤال اللي بعده من اين اشتري معدات المزرعة مثل الميزان وغيره وهم هي اعملوا معدات مطلبة انا ما عنديش غير ميزان معدات مفيش غيره هو ميزان فقط لا غير الميزان من عند بتوع الموازين بيبيعه نشوف انت بقى عاوز توزين هو ميزان الطابلية ميزان الهوك ميزان الانبوزن فيه نشوف انت الميزان اللي يعجبك تشتري اما من ناحية حاجة تانا كلها بقى من بيطرية ادوية ما هو لحد الادنى لوزن حمل الوزن حمل التسمين اثناء الشراء ما فيش خبرة في الشراء ما انصحكش تشتري وزن اقل من عشرين كيلو ما فيش خبرة في التربية لا انصح بشراء خروف اقل من عشرين كيلو في خبرة ممكن تدخل وزن عشر كيلو 11 كيلو اثنشر كيلو او في خبرة ممكن تدخل وزن 11 اثنشر كيلو لو عندك خبرة في التسمين ما فيش خبرة ما انصحكش اقل من عشرين كيلو ما تدخلش يارد هارد اتكلمنا عن الشعير المستنبت والي ممكن الاكتفاء به كعلف تسمين المعز والاغنام يا جماعة يارد بس اسئلة كتير بتتكرر وهي موجودة قبل كده الشعير المستنبت لا يعتبر علف اخضر لا يحل محل الاعلاف المركزة لا يحل محل الاعلاف المركزة نهائي البرسيم افضل من الشعير المستنبت عشان باختصار البرسيم الاخضر افضل من الشعير المستنبت الكلام اللي بيتقال ده 18% و 17% كلام فاضي كدب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم اسمي هواكار من كرد السنة اهلا وسهلا بيك انا المتابعي القناة السؤالي هل من الممكن استخدام شعير مستنبت للاغنام كبديل البرسيم السؤال ده في الممانة النهاردة متكرر كثير لي جدا نعم كبديل البرسيم او Tapi في تسمين السريع اذا غير ممكن كيفل استخدام عديد الشكر تمام يعني انت اسميت الجابة خلص يعرفت المفروض يعني هو هنا كاتب تستخدمه شعير مستنبت الاغنام كبديل البرسيم ممكن تستخدموا كبديل البرسيم استخدموا كبديل البرسيم لا يحل شعير مستنبت مكان الاعلاف المركزة في التسمين السريع يعني ممكن تحله ممكن تحله مفيش اي مشكلة استخدموا بديل البرسيم مفيش اي مشكلة استخدم شعير مستنبت ممكن بعد اذن حضرتك تقول لي اخزن الدريس ازاي بميني احنا في موسم البرسيم لا احنا دلوقتي في الشتاء الدريس بيتعمل تيمت احنا دخل في قلب الشتاء في شهر واحد الدريس بيتعمل من شهر اربعة شهر اربعة يكون الشتاء ولا خلاص اخر وشين في البرسيم اخر وشين في البرسيم البلدي اخر وشين في البرسيم البلدي معك شهر خمسة وشهر ستة شهر خمسة وشهر ستة اخر وشين او ممكن تعملوا دريس او ممكن تعمل من شهر اربعة لو الجو سخني شوية او ممكن تعمل من شهر اربعة أما الدريس الحجازي فالحجازي طول السنة بيبدأ يتعمل من شهر أربعة كويس ما تخزنش دريس من دلوقتي دلوقتي برسيم بيتأكل أخضر مش هتعرف تنشف لأنه ما فيه الشمس حاليا ما فيه الشمس هتبدأ تعمل الدريس من شهر أربعة على الأقل أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة سبع شهور تعمل فيهم بعد جدا خلاص وممكن عشرة تبدي تجي فيه شتوية ولا حاجة فتسعة حلوة أوي كده ستة شهور تعمل فيهم دريس وخزن براحتك فترة الشدة السلام عليكم ورحمة الله بركاته أنا عندي حلية عمر أربعة شهوره معدل تحولها بطيئ جدا مع أني أخوها ما شاء الله اللي يشوف يقول أكبر منها بشهرين أنا مش عارف أخوها هي توقم لو هي توقم ده طبيعي التوقم بيطلع أحد كبير و أحد صغير كان عندي توقم معدل تحوله ممتاز بس كانوا الحلية كانت 24 كيلو وأخوها توقم توقم معنا بنفس العمر كانت الحلية 24 كيلو والذكر كان 33 كم كان 34 كيلو تقريبا 34 كيلو حوالي 10 كيلو ما بين الذكر والتوقم بس كانت الاتنين معدل تحولهم ممتاز حلوين بس ده ما فيش مشكلة ده الطبيعي بيطلع توقم بواحد أكبر من الثاني أما لو انت شارعهم مع بعض يعني مش قصة توقم فطبيعي معدل تحول الدكر أعلى من معدل تحول النتيجة شوية بس مشيامة وإذا كان كده شوف النتيجة وإذا كان كده شوف النتيجة ممكن أن تكون فيها ديدان أو حاجة اديها شربة أو اديها ايفو ماك أيهم أفضل اللي عرف الجاهة 16% ولا أعمل علفة على إيدي للخرفان أمره 4 شهور أنا ما بشتريش أي علفة جاهزة أي علفة أنا بعملها على إيدي السلام عليكم وعلى الله وبركاته امتبعكم من أردن أنا مسألن بيك أرجو منك أن تحاول تتكلم بالفصحة بالذات بالمصطلحات المصري اللي أني لا أفهمها يا علفة أنا وسهلا بيك والله أنا بيتصع على الناس من الأردن بيش عارف والله أنا بحاول قدر المستطاع لأنني عارف أني فيه متابعين كثير برا مصر خارج مصر فبنحاول قدر المستطاع المستطاع المصطلحات المصرية بنحاول نتجنبها بس الناس بيتصع على الناس من الأردن بيقولوا طبعا بيقولوا وبيقولوا بيقولوا دي ما عارفوا بها المصريين أن الكلام واضح فأنا بنحاول قدر المستطاع يعني لو فيه مصطلحات مصرية بنحاول قدر المستطاع نتكلم بالعرب الفصحة عشان الكل توصلوا المعلومة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقتراح إن كان هناك فيديو متعلق بالجدوى الاقتصادية لمشروع تسمين الخرفان أو تربية أميات أرجع أن تكون العملة المعتمدة الدولار أو اليورو كعملة موحدة بين مختلف الدول العربية مع الشكر المسبق متابعك من تونس والله يشوف أنا بالنسبة لي دراسة الجدوى تختلف من دولة لدولة أنا حاليا في مصر عشان أعمل لك دراسة جدوى صحيحة سليمة من داخل السوق المصري لازم تكون العملة الجنيه وما ينفعش أنت تحولها لعملة عندك بمعنى إن أنا ممكن نكتب سعر الشراء الأغنى الخروف مثلا 1500 جنيه ما ينفعش نحاوله للدولار حوالي 100 دولار 1500 جنيه حوالي 100 دولار 100 دولار طيب إنت ممكن عندك الخروف سعره 150 دولار أصبح إن أنا الدراسة مش هتيجي مزبوطة خالص معاك ممكن السعر العلاف عندي نكتب سعر طن الدورة 4500 جنيه ما تعادل 300 دولار ممكن يكون سعر الدورة عندك أغلى من 300 دولار فأنا للأسف الدراسة دي بتكون للأسف دراسة مشروع اللي هو مطلوب دراسة جدوى لمشروع تسمين الأغنام أو أمهات للأسف مش هتنفع غير للي في مصر أما لو عمليات نسبة وتناسب دي مفيش منها مشكلة لو العمليات عمليات نسبة وتناسب دي مفيش منها مشكلة بتحول العملة لك بس هي مش عمليات نسبة وتناسب عمليات اختلاف الأسعار من دولة إلى أخرى الخروف يعني في السعودية الخروف اللي هو عندنا هنا ب 1500 جنيه ما يعادل حوالي 2500 جنيه في السعودية إلا 3000 الخروف أو 3000 عندنا اللحم في السعودية بحوالي 1400 ريال 1300 ريال اللي هو عندنا هنا 3000 ريال في السعودية في حدود 1300-1400 ريال والريال فوق الأربعة جنيه مصري يعني في حدود 1500 جنيه وهو عندنا 3000 فما ينفعش أعملك دراسة هنا تروح أي بلد تاني للأسف دراسة الجدوى مش هتنفع غير لمصر فقط لغير للبلد اللي معمولة فيها أما سواء في تونس سواء في السعودية في الأردن في أي منطقة أنا لازم أكون على دراية بالأسعار الخماد بالتفصيل وأسعار البيع وأسعار الشراء عشان أقدر أعمل لك دراسة جدوى فدراسة جدوى لا تنزل للأسف هتكون خاصة في مصر بس السلام عليكم وعلم السلام عليكم وعلم السلام عليكم وبركاته أشر فول الصوية مفيد قد إيه أقل من الرضة ما يعادل الرضة اللي هي النخالة بس أقل طبعا شوية من يعني النخالة 15% أشر الصوية ممكن تحسبه 10-11% بس أشر الصوية الناعم اللي هو فيه نسبة اللي هو فيه نسبة كسر 2-A أفضل خلطة لتحضير البقر قبل الولادة لزيادة اللبن أي علفة متوفرة عندك أي علفة متوفرة عندك برتال يعني يكون في حدود 15% آخر شهرين في الحمل ممكن موعيد شراء الخرفين بس طبعا تهتم بالكالسيوم والفسفور عشان الأمم ما يحصل لاش تهتم حمل والجنين يطلع حجمه كويس وعظمه كويس والأمم يجلاش كساح ممكن موعيد شراء الخرفين موعيد شراء الخرفين ملاش معايد طول السنة الخرفين موجودة بتشتري بس أنت على حسب الضور اللي أنت تدخلها وعلى حسب الحجم اللي أنت تدخلها أنا أدخل غنب من 20 إلى 25 كيلو أعاوز أطلعها 50 كيلو يعني أدخلهم مثلا 4 شهور 4 شهور طيب 4 شهور دول 4 شهور أو 5 شهور الـ 4 و 5 شهور أنا أعاوز أبيع في العيد يبقى أدخل قبل العيد بـ 4 و 5 شهور بس أعاوز أتبيع في رمضان أدخل قبل رمضان بـ 4 و 5 شهور فمعاد الشراء متوقف على الوزن اللي أنت هتدخله والوزن اللي أنت هتطلعه والمعاد اللي أنت هتبيع فيه متوفر عندي متوفر عندي شعير رضة خشنة أمح الأساس الشعير متوفر عندي شعير ورضة خشنة وأمح إلى أساس الشعير هل أخلط معه القمح أم الرضة أم كلاهما هما هي النسب للأسف حلونا مش هنتكلمه على نسب أنت عارف أسعارك ويرجع للفيديو إزاي تحسب نسبة البروتين في العلف ومصادر النشويات نسبتها دي في العلف مصادر البروتين مصادر الألياف هتعرف تكون علفة والتلاتة دولة مش هتعمل بهم علفة بروتين عالي لازم نقصك مصدر بروتين فعلى حسب الأسعار أخلط الأمح ولا ما أخلطوش على حسب سعره استخدم الشعير ولا الأمح ولا الضرة على حسب سعره استخدم الرضة ولا ما استخدمهاش بردك على حسب سعرها كل حاجة على حسب السعر مفيش علفة بعناصر بحاجة معينة فقط لغير أنا عندي معز عشارة عندها جرم وتحويل مش حلوة ونوعها هاجين أنا اشترتها من محل صاحب مزرعة هو بيقول إنها شامي قبرصي شكلها عندها دي دانزيب دي نازل زي الحبل والمفروض إنها تولد من 15 يوم على المعادة اللي هو قال عليه بس لسه ما ودت شوية بكرية كسر جوز وكل شوية ترفع رجلها وتمرجحها زي ما تكون مكسورة بس بتمشي حلوة عادي من ناحية اللي هي بتمرجحها دي بتبقى عادة في المعيز دي عادة بترفع رجلها كده مكسورة كده كانها مكسورة وتمرجحها وتيجري وتمشي عندي مش مشكلة دي بتبقى عادة كان عندي معيز بالشكل ده دي عادة مفيش منها مشكلة أما من ناحية إن انت شارعها عشار مفروض تولد من 15 يوم انت خدتها بالبق كده عشار المفروض إن انت تجس انت بتقول لي عندها جرب المكان الجرب ده بتحقه وتدهنه مرهم كبريت دهان موضعي حقه كويس وقق على إشرا البيضة ودهنها مرهم كبريت ده بالنسبة للجرب ما تدش يبرت ايفوماك بمعنى على وش ولادة أما حكاية إنها من 15 يوم من معز ما بتعودش 15 يوم عبدا 5 شهور ده خمس تيام عشر تيام 15 يوم بفي مشكلة أو تطلع فاضية خالص أو يكون المعادل اللي ادهولك غلط أو المعادل اللي يكون ادهولك غلط فأنا دلوقتي يعني مش عارف إيه سؤالك سؤالك بالنسبة للمرجاح وبدألك عادي بالنسبة للجرب حق ودهن مرهم كبريت في هنا سؤال تاني مع العلم إنه أزناه وهي عشار والله إيه معلش أنت الظاهر عليك شريعة بسعر غالي وهي ما تسواج يعني أنت بتقول لي معز عشار وشامي على قبرصي يعني مختار سولالتين أحجام ما شاء الله وإزاي وزنها وهي عشار واحد وعشرين كيلو لأ طبعا دي تسعة وتسعين في المية منها تسعة وتسعين في المية فاضية وزنها واحد وعشرين كيلو ومفروض تورد من خمس عشر يوم وشامي على قبرصي إن شاء الله ما تكون شريعة غالية ده بيأكد لي مقلب الماعز الفيديو ننمزله مقلب الماعز البور والقبرصي والحجازي يارد تكون سمعت الفيديو لو أنت كنت شريعة غالية إن شاء الله ما تكون شريعة غالية بس عموما الماعزة ما تنفعش صنف خالص أنا هنجيب لك معيز بلدي بلدي معزة بألف جنيه تلاتين كيلو خمسة تلاتين كيلو وهي عشار مش ديات وهي عشار 21 كيلو ده المعزة الليلة خالص اتأكد من الحمل بتاعها الأول في النهاية طبعا متنساش الاشتراك في القناة على كل مواجهة دي مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته